قل انت لو مكان محمد صلاح هل هتوافق على العرض الثالث اللي قدمه نادي التحاد جدد السعودي لمحمد صلاح والعرض الثالث ده هقولك عليه في الفيديو ده وماعتقدش ان في حد ممكن يرفض العرض ده كل التفاصيل في الفيديو ده تابع معايا للنهاية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جايه مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية كشف التقارير اعلامية عن تفاصيل العرض الثالث على التوالي المتقدم من نادي التحاد جدد السعودي لضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وذكرت التقارير الاعلامية دي ان العرض الثالث اللي تقدم به نادي التحاد جدد لضم صلاح شمل العديد من الامتيازات المالية لللاعب وللنادي ليفربول طب ايه هو العرض الثالث ده اللي مش ممكن حد يرفضه ابدا او ايه التمن امتيازات اللي قدمها نادي الاتحاد جدد لصلاح اول ميزة 100 مليون يورو لنادي ليفربول في حالة الموافقة على انتقال صلاح لصفوف التحاد جدة ثاني ميزة 2 مليون يورو لصلاح أسبوعيا ثالث ميزة الراتب السنة والصلاح بيبلغ قيمته 90 مليون يورو رابع ميزة أصر خاص لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمدينة الجدة خامس ميزة ضيارة خاصة لصلاح ثادث ميزة 100 ألف ريال على كل ستوري أو تويته حيقوم بنشرها محمد صلاح سابع ميزة نسبة من مبيعات التشيرت الخاص بصلاح آخر ميزة 8 ثلاث سيارات فارهة لأفراد عيلة محمد صلاح هل تقدر ترفض الامتيازات دي زي ما رفضها محمد صلاح أتمنى أن الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة